لن تدخل الجنة حتى تموت الأمراء يضحكون عند موتهم كنوضحك أخي الشيخ طارق السعيد ودى ثبت قبل خروج روحه ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مصرورا سعي النبي صلى الله عليه وسلم من أعقل الناس قال أكثرهم ذكرا للموت واستعدادا لما بعده العقلاء الذين يعيشون في الدنيا روح ينحط الصور إلى الموت قال شقيق البلغي استعد للموت حتى إذا جاء لا تستعد الله الرسعة فإن من لم يستعد للموت فموته موت فتحة وإن رقب على فراش المرى بالسنة كأن المرأة قد بكى عليه أقرب وكأنهم قد قاموا فقالوا أبرقوا كلموا اسألوا لقنوا فلما استهيأسوا منه قالوا حرفوا وجهوا مدوه أغمضوا أعجلوا لرحيله لا تحمسوا ارفعوا غفلوا كفنوا حمضوا وفي الأكثان لفوه وفوق أعواد المنى يشيعوا صنوا عليه واغبروا واغفنوا واغانوا عليه من الطرى بما أفقلوا أوعدوا أفردوا أبعدوا أركوه أسلموه كأنهم لا يعرفوه أي ابن الناس من البنيان ما لم يسكنوا جمع الناس مالا لم يأكلوا طلب الناس آمالا لم يدركوا وما فاز إلا الطائعون وما وجدوه عاملون الشيخ طارق السعيد له من اسمه نصيب فإن معاني الأسماء تنزل على أفحابها من السماء شكرا للمشاهدة